عظيم جداً هنا هنطلق إلى الجزء الجديد بتاعنا الأدوية إيه هي الأدوية دي بتعمل إيه؟ يعني دي تحول دون المرض ولا لما يجيه لي بيعالجني وإيه اللي بيحصل؟ طيب إحنا عندنا كذا نوع من أنواع أو كذا تقسيمة من تقسيمات الأدوية التي أجازتها الهيئات الدوائية العالمية وهيئة الدواء المصرية وهي الهيئة المنوطة عن منظومة الدواء في مصر لو الناس تفتكر أول حاجة كانت أجيذة كان الريم دي سيفير اللي أجازته هيئة الغذاء والدواء وده دواء مضاد للفيروسات بيؤخذ عن طريق الحق بعدين بفترة أجازت منظمة الصحة العالمية استخدام الديكساميسازون الكورتيزون ولكن في الحالات اللي دخلة في العناية فإذن عندنا نوع اسمه مضادات الفيروسات دي الريم دي سيفير وعلى شاكلته الاتنين اللي تم إجازتهم مؤخراً في ديسمبر الماضي من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ومن هيئة الدواء الأوروبية وأجازة هيئة الدواء المصرية في 24 يناير واحد منه وهو الباكسولوفيد وده عقار بتنتجه شركة فايزر والمولنا بيرابير اللي بتنتجه شركة ميرك إحنا في مصر الحمد لله في عندنا خمس شركات وطنية أنتجت وفي 13 شركة تنين متقدمين للحصول على التنخيص إحنا عندنا الآن منتج مصري لـ 25 ألف جرعة وعندنا ما يكفي لـ 150 ألف جرعة حالياً ده غير الشركات اللي هي في البايبلاين ده يبقى عندنا 3 أدوية النهاردة مضادة للفيروسات حصلت على الموافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الـ Remdesivir الأولاني خالص أيوة وبعدين الباكسولوفيد وده عقار فايزر والمولنا بيرابير وده عقار ميرك اللي هو موجود عندنا هنا في مصر وتم استلامه في المستشفيات اليوم حلو قوي كلمة تم استلامه في المستشفيات الأدوية دي أنا لو جال بعد الفارق بس ما بين الـ Remdesivir والإتنين التانيين هو إنه الـ Remdesivir بيوأخذ عن طريق الحق وبالتالي ما ينفعش تاخده غير جوه المستشفيات حقنا غضلي عميق بالضبط بس يفضل جوء لأنه فيه ناس كتب بتروح عند السيدالية يقوله ادي للحقنة زي كده مجموعة ها بس هو ده الحمد يعني مش موجود في السيدالية فالدواء موجود في المستشفيات السوائل باكسول بيت أو المولنا بيرابير بيتخذ عن طريق الفم كابسولات أوكي ودول برضو جوه المستشفى ولا في السيدالية إحنا النهاردة بنتكلم على جوه المستشفى لأنه حاصل على رخصة لاستخدام الطارق فمحتاجين أنه يؤخذ تحت إشراف طبي كامل كويس جدا وبما أنه إحنا يعني عندنا المسألة الحصول على الدواء بروشيتة مش من الثقافة الشائعة عندنا وأنه الناس ممكن تاخد الأدوية بدون وصفة طبية فإحنا في المرحلة الحالية هيبقى من خلال المستشفيات وصيدليات المستشفيات سواء كانت التابعة لغة الصحة أو الجامعية عشان يبقى تحت إشراف طبي لأن إحنا ما زلنا في رخصة الاستخدام الطارق ده مضاد للفيروسات مضاد للفيروسات يعني بيمنع إذا من تكاثر الفيروس داخل الجسم ويثبت من عمله وبالتالي هم بيتخدوا في المراحل الأولى من الإصابة إحنا بنتكلم فيه أول من خمس لسبعة أيام للبالغين فوق سنة 18 سنة ولأصحاب الإصابات البسيطة والمتوسطة التي يخشى أن تتحول إلى شديدة بسبب ضعف في الجهاز المناعي بسبب الأمراض المزمنة بسبب المراحل السنية المتقدمة دولة نوع الثاني اللي هو مضاد للفيروسات فيها عندنا نوع الثالث تمت إيجاستو وهو المونوكلون الأنتباضي أو المستضبات الأحادية دي بتعمل إيه؟ دي بتحسن من قدرة الجهاز المناعي على التعامل مع الفيروس طب إيه الفرق بينها وبين اللقاح؟ إنه اللقاح هو بيحسن الجهاز المناعي من غير ما تكون إنت مصاب ما عندكش فيروس إنما هو زي زي خلينا نقول إنه دي زي اللقاح زي التدريبات اللي بيعملها الجيوش قبل ما يخشوا الحرب حلو فإنت بتدرب جهازك المناعي عشان لو دخلت الحرب مع الفيروس بقى مستعد إنما المونوكلون الأنتباضي هي بتتخذ للناس اللي مصابة فعليا يعني هي دخلت الحرب لكن بتديها إمداد كأنك بتديله مزيد من الإمدادات لجهازه المناعي من خلال المستضبات دي الوصل الحمد لله وصل عندنا مبارح مساءا أحد هذه الأدوية التي برضو يأخذ عن طريق الحقن وهو الإيفوشيلد ومن إنتاج شركة أسترازينيكا ووصلنا ما يكفي لخمسين ألف مريض عظيم جدا ودخل مصر الحمد لله فأحنا دي النهاردة من الأدوية اللي تمت الموافقة عليها خلال الشهر اللي فات مصر فيها نوعين والتالت في الطريق